على وقع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها السوريون في مناطق سيطرة النظام تزداد صعوبة الحياة ومعاناتها مع استمرار القرارات التي تزيد من التضييق على قوت يومهم تعلن حكومة النظام عن رفع أسعار المحروقة بنسبة اقتربت من 200% لبعض الأنواع الشحيحة أصلا ما أدى إلى حالة من الشلل والإضراب في معظم قطاعة النقل العام والخاص يصل في بعضها إلى مشادات كلامية في مواقف السيارات والكراجات العامة ويتحول إلى عراق بين أصحاب السيارات والركاب صفحات موالية للنظام تنشر صورا لعشرات الأهالي وهم ينتظرون وسائل النقل لإصالهم إلى أعمالهم أو بيوتهم وسط حالة من التخبط تشهدها المدن الرئيسية في ظل قرار زيادة الأسعار في وسائل النقل وصلت في محافظة حما إلى 125 ليرة للراكب الواحد بدلا من 75 في سرافيس النقل العام في حين ارتفعت أجور النقل في اللاذقية إلى أكثر من 50% داخل المحافظة وخارجها من دون إصدار نشرة للتعرفة الجديدة من قبل أصحاب السيارات ما يزيد من حالة الصخط العام بين السكان وأمام الواقع السيء لا حلول تلوح في الأفق ما يدفع كثيرا من السكان إلى ترك أعمالهم نتيجة عدم تناسب الدخل مع أسعار النقل والمواد الأخرى ما يؤشر إلى مزيد من التراكمات المعيشية والاقتصادية في مرحلة قد تكون الأسوأ منذ بدء تدهور الليرة السورية أمام العمولات الأجنبية وبدل أن تسعى حكومة النظام للتخفيف من معاناة السكان يتوعد محافظ حلب سائقي المركبات بإيقاف تزويدهم بالوقود عبر البطاقة الذكية ما لم يلتزم سائقها بخطوط سيرهم المحددة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بحسب صحيفة الوطن الموالية للنظام